السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصم الإسلام والإرهاب والرجعية والتخلف إلى آخره إلى آخره الموضوع اللي حنتكلم فيه النهاردة اسمه إسلاموفوبيا وكبابوفوبيا اسمه إسلاموفوبيا وكبابوفوبيا يعني إيه إسلاموفوبيا وكبابوفوبيا طبعاً نحن عارفين إنه كان في القرن الماضي في حرب ضروس ما بين باردة ما بين اللي هو المعسكر الشرقي اللي بتتزعمه الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي اللي بتزعمه أمريكا وأوروبا في الوقت ده ما بين الشيوعية والاشتراكية وما بين الرأس المالية انتهت الحرب البرد دي بهزيمة السوفيتي في أفغانستان وبدأ اللي المعسكر الشرقي تفتت بعد ما تتفتت بعد ما كنا منبص ان في معركة ما بين الشرق والغرب أسوري الشرق والغرب نعم يعني او حرب برده ما بين الشرق والغرب اصبح مصطلح جديد اسبق بين الشمال والجنوب احنا وكنت ساعتها في التسعينات يعني في أول التسعينات مش فهم يعني ايه شمال وجنوب الى ان فهمت ان الشمال ده هو أوروبا وامريكا الشمالية والجنوب اللي هي أسيا وافريقيا فمن واحد ما بوص فيها مرة تانية لان ان غالبية السكان غالبية السكان في أفريقيا هم المسلمين وفي أمريكا ايضا في أسيا كذلك هم كذلك اللي هم في منهم غالبية كبيرة جدا المسلمين فهذا كان يعني ان الحرب دلوقتي اصبحت ما بين الشمال والجنوب الشمال الاوروبي الامريكي والجنوب اللي هو المسلم اللي موجود في أفريقيا واسيا والله أعلم ده كان التفسير اللي حصل بالنسبة لنا في الوقت ده لما ننظر لمتى أتى تعريف كلمة إسلاموفوبيا في مؤسسة اسمها رينميد في بريطانيا هي طلعت التعريف ده في عام 1997 في عام 1997 خرج التعريف ده بناء على الأبحاث اللي قام ببيع مؤسسة رينميد البريطانية وده معناه ايه فيه ثلاث أشياء أول حد بيقول أول تعريف هو بيقول انه هو ده اللي هو مجرد التفكير فيه اللي هو الخوف من الإسلام ده الخوف من الإسلام التاني بيقول لك انه ده مرض نفسي أيضا عند الناس نتيجة الخوف من الإسلام في هذا المكان إسلاموفوبيا اللي هي بتكلم هو بيعرفوه على نوع من أو شكل من أشكال العنصرية أو ظاهرة تزايدت بناءا لوجود أو تزايد وجود المسلمين في أمريكا الشمالية وفي أوروبا أو بعد أحداث سبتمبر أو لأنه هو بيدين مشاعر الكراهية ضد المسلمين يبقى هو بيدين مشاعر الكراهية ضد المسلمين وضد الإسلام وهو نوع من أنواع الأشكال العنصرية وهو أيضا نمأ لتزايد عدد المسلمين في الغرب والسبب الأخير اللي هو تزايد بعد أحداث سبتمبر يعني ايه فوبيا؟ عم نرجع بقى للأصل الفوبيا دي اللي احنا بنتكلم عنها واللي الناس مش عارفة تنم من غيرها وعملة نفسها يعني ايه دخلة في مشروع الظلمون اللي احنا بنتكلم عليه مئة مرة الفوبيا ده اسم يوناني قديم معناها الخوف الشديد الخوف الشديد الخوف الشديد من أي شيء الخوف الشديد من أي شيء قد يكون طبعا ده مرض نفسي الفوبيا دي مرض نفسي بتحتاج لطبيب نفساني يعالج الشخص اللي بنتكلم عنه ده يعني كلمة فوبيا اسم يوناني ومعناها الخوف المتواصل من مواقف أو نشاطات معينة عند حدثها أو مجرد التفكير فيها ويكون المريض غريبا من مدرك مدرك يكون المريض مدرك ان الخوف اللي بيصيبه ده منطقي ولكنه لا استطيع التخلص منه بدون الخضوع للعلاج النفسي يعني كل من عنده فوبيا ضد المسلمين ضد المسيحيين ضد اليهود ضد أي شيء في العالم ده إنسان مريض ده بتعريف اللي هو القديم والتعريف الطبي والتعريف اليوناني القديم فيه أنواع كتير جدا من الفوبيا دي اللي بنتكلم عنها منها الخوف من المرتفعات أو المكان المغلقة أو الشيء معين أو رائحة معينة أو تجربة عدد بالإنسان إلى آخر فيه أو بعض الأماكن اللي هو دخلها قبل كده هو أو بعض المناخ لما يتغير إلى آخر فديك هاي كيف بدأت كلمة الفوبيا بالنسبة لنا لكن تحولت زي ما أنا قلت قبل كده هو من دقائق إن أصبح الفوبيا دلوقتي على شيء معين اللي هو الخوف من الإسلام هو الخوف فقط مش من الإسلام عشان بس الواحد يكون واقعي ويكون الواحد منصف الخوف من الأديان الانتشار الانتشار إيه؟ الانتشار ظاهرة الإلحاد والانتشار ظاهرة عدم الإمام بالدين وعدم الثقة في المؤسسات الدينية والدعاء الدينيين سواء كانوا من أي دين نتحدث عنه طيب الفوبيا بس مش من الإسلام بل من كافة الأديان اللي نتكلم عنها دعونا بقى نخش في التاريخ نشوف إيه اللي حصل في التاريخ والمسلمين اللي هم الناس عاملين عليهم دلوقتي المظاهرة الكبيرة دي كده لهم هل هم عملوا إيه في التاريخ علشان يخلون الناس يخلوا الناس تخاف منهم فلما ننظر لكده أنا بقول الآن وفي أول كلام وفي أخر وفي أوسطه إن هذا الأمر لا يعني أي شيء ضد تعاليم المسيح عليه السلام وضد تعاليم موسى عليه السلام وضد الإسلام لكنه ضد تصرفات الأفراد الذين يعتقدون أنهم منتسبون إلى هذه الأديان أول مرة تانية ما أقوله اليوم اللي الفوبيا دي ليس لا علاقة بما أتى به المسيح عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم أو سيدنا موسى عليه السلام لكنها من مجموعة المرضى النفسانيين الذين يستغلون الدين في تخويف الإنسان من الأديان أخرى نشوف فضلة الفصوحات الإسلامية واللي بدأت فيه في القرن السابع الميلادي سواء كان فتح بلاد الشم أو بلاد الشم في رؤاد لما فتحت في سنة 633-640 كان فيها الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وقنوب الأنادول وبعدين بعد كده هو بلاد فارس اللي هي فيها العراق وكفقاز وفارس وخرسان ودي من 633-654 وبعدين فتح مص كان في 642 ميلادية وبعدين فتح بلاد السند في 713 اللي هي فيها الهند والسند في 713 ميلادية وبعدين فتح الأندلوس ودي كانت في عصر الدولة الأممية في سنة 714 ميلادية وبعدين فتح القسطنطنية في سنة 1453 كل هذه الشعوب دخلت الجيوش الإسلامية فيها ولم تقضي لا على الدين المسيحي ولا على الدين اليهودي ولا على اللغات اللي كانت موجودة في هذه البلاد مخالب بل بالعكس الكنائس والمعابد واللغات والثقافات ما زالت تمارس إلى الآن في هذه الدول وفي غيرها فلا غيرنا أسبانيا والبرتغال ولا غيرنا الناس المسيحيين اللي كانوا في مصر بسم الله ما شاء الله دلوقتي عددهم بيزداد كثير وما زال كنائسهم موجودة إلى الآن أنا مش هخش في التاريخ لكن هأرطلب من كل واحد فيكم استمعنا هذا الكلام يدرس التاريخ بعين مجردة ويحاول أنه هو يستخرج الحقائق أن كل ما فعله المدعين أنهم يقومون أديانهم بتقتيل وتعذيب وتشريد وتطهير عرقي لأجناس أخرى ليسوا لأدباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أدباع المسيح عليه السلام ولا أدباع موسى عليه السلام حتى ولا أدباع بوزة المصلح الجديد ده بالنسبة للفتحات الإسلامية نشوف الأديان الأخرى عملت إلى آخر هنلاقي دور حينما ظهر المذهب الجديد اللي هو بتاع مارت النوتر في ألمانيا كيف تعاملت الكنيسة الكاثوليكية مع هذا المذهب اللي احنا نسمعها محاكم التفتيش محاكم التفتيش لم تكن فقط ضد المسلمين في أسبانيا وفي أندالوس لكنها كانت ضد من هو مسيحي على غير المذهب الكاثوليكي وعذب فيها وقتل فيها كثير جدا من أدباع المذهب الأخرى المسيحية يعني لم تكن فقط في أسبانيا والبرتغال معاكم التفتيش في أوروبا تعرف وقفت إمتى وقفت ألغيت ألغيت في عام 1834 ولم تكن فقط ضد المسلمين لأن كانت ضد المسلمين وكانت ضد اليهود وكانت ضد المسيحيين كذلك اللي هم نبعوش المذهب معين في الكنيسة المسيحية لذلك ننظر نفرق كثير جدا ما بين المسيحية وما بين الدين الذي أتى به موسى عليه السلام والدين الذي أتى به عيسى عليه السلام ورسالة عيسى ورسالة موسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأدباع الذين أسسوا لمحاكم التفتيش لتعذيب من خالفهم في مذهبهم ولا سفى خفت من خالفهم في الدين ننظر أيضا في التاريخ الآخر لسقوط القدس في عام 1258 وماذا فعلت الجيوش في سكان القدس في هذا الوقت ننظر أيضا ماذا فعل المغول حينما سقطت بغداد في عام الف لا القدس سوريا أنا آسف القدس 1099 مش 1048 حينما سقط القدس 1099 وحينما سقطت بغداد في 1258 ما ننظر لي مثل هذه الأشياء سقوط بغداد وتأثير سقوط بغداد على ماذا على الحضارة الإنسانية وماذا فعل فعل المغول في مكتب بغداد ورمي الكتب اللي هي العلمية والثقافية والدينية والتراثية في الأنهار في بغداد فديك له الفراد وكيف تعاملوا أبناء الشعوب الأخرى مع سقوط بغداد فحينما ننظر لمثل هذه الأشياء في التاريخ نجد أن كل هؤلاء الناس كل هؤلاء الناس لم ينفذوا تعاليم الأنبياء والرسل اللي أن أتوا بهم بل كانوا مرضى مرضى نفسيين ومرضى يعني عندهم اللي هو المرض النفسي اللي احنا نسميه الفوبيا اللي احنا كلمنا عنه في الأول في التاريخ الحديث ننظر بيضاء برضك أيضا في أشياء أكترى جدا الاستعمار البلجيكي ماذا فعل في الكونغو وماذا كان دور الملك التاني اللي هو اليوبولد التاني هناك وكيف سميت الكونغو بنأرض الأياد المقطوعة كانوا بيقطعوا إيدي الناس اللي ما بيجمرهمش المطات إلى آخره هناك هذا ليس له أي دخل بتعاليم عيسى عليه السلام وكيف كانت من أجل المطات ومن أجل الدهب ومن أجل الموارضة الطبيعية في الكونغو استحل الملك البلجيكي ومن معه هذه الأراضي هناك وكذلك في احتلال موزنبيق من البرتغال كذلك حصل أنه أكثر من خمسمائة سنة نفس يعني في الكونغو يقال أن عدد الموتة اللي قتلوا على يد هؤلاء الناس قد يوازو حوالي عشرة مليون ناسم الاستمر الفرنسي للجزائر الاستمر ما بين 1830 ل1962 نحن نعرف أن الذي قتل في حرب التحريح هو 1.5 مليون ناسمة لكن اللي ماتوا في أثناء الاستعمار الفرنسي في الجزائر كانوا حوالي 9 إلى 10 مليون ناسمة الاستعمار الإيطالية في ليبيا كذلك من 1911 إلى 1951 واللي راح ضحيته أكثر من 140 ألف ليبي وده كانوا يساوي حوالي أكثر من 8 سكان البلد التطهير العرق في سكان أمريكا الشمالية حينما قتل المهاجرين من أوروبا سواء كان أمريكا الشمالية حينما تسميه أنه نظر الحمر ما بين 1492 إلى 1763 أو في كندا في الشمال أو في أماكن أخرى مثل اللي ذهبوا لنيوزيلندا ويطهروا الموريين أو ذهبوا لأستراليا مع الأبروجنز كل هذه الأشياء لم تحدث بناء على تعاليم للمسيح ولا موسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنها كانت من مجموعة مرضى عندهم مرض الفوبيا اللي هو الخوف أو الرهاب اللي احنا بنسميه الرهاب ده من الآخر إلى آخر التطهير العرقي حاليا اللي بيحدث لسكان تركستان الشرقية من الصينيين اللي هما الجنس اليوغور في الصين التغيير الديمقرافي التغيير الديمقرافي للمناطق المسلمة في روسيا الاتحادية بعد أن تولى ستالين ولنين الأمر وتهجرهم من مكان لمكان ويقال راح ضحية هذا التغيير الديمقرافي يمكن أقل ملايين من المسلمين في روسيا التطهير العرقي السكان المسلمين في وسط أفريقيا اللي بذلك مدال يحدث إلى الآن من مجميع إرهابية وكذلك ما حدث في البوسنة في عام 1992 و1993 و1945 واللرح ضحية الحرب هناك حوالي 250 ألف نسمة كان 80% منهم من المسلمين والباقي من السرب والكروات ما يحدث في فلسطين الآن لا دخل له بتعاليم السيد سيدنا موسى عليه السلام في هذا الوقت على الإطلاق هذه المجميع تعتبر هي مجميع عندها مرض نفسي ما يحدث في اليمن الآن وما يحدث في سوريا الآن أيضا من هؤلاء الناس المرضى في قتل الذين يقتلون الأبرياء ويجوعونهم وشاردناهم إلى آخر أنا قلت في البوسنة وقلت في الحرب العالمية الأولى كان عدد القتلى ما لا يقل عن 8.5 مليون نسمة في الحرب العالمية التانية كان عدد القتلى ما لا يقل من 70 إلى 85 مليون نسمة في حرب فيتنام ما بين 1955 و75 في الغزو الأمريكي العراق في 2003 فالمنازل المثل هذه الأشياء أنا أقول وأقزم وأؤكد أن هؤلاء مرضى الذين دمروا مثل هذه الشعوب وهذه البلاد هم مرضى وهو ليس لهم علاقة بالدين وحتى لو تمسحوا بمسوح المسيح عليه السلام وتمسحوا بمسوح موسى عليه السلام وتمسحوا بمسوح محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نردق أن هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان نحن أبرياء منها الدين بريء منها الأنبياء أبرياء منها والله سبحانه وتعالى يطلع على كل هذه المظالم في العالم ويقول هذا ليس تعاليم أنبيائي ومرسلين اغتصاب النساء بعدما سخطت ألمانيا في الحرب العالمية التانية تعرفوا كم ما لا يقل عن 2 مليون امرأة ألمانية حاليا أو يعني أنجبوا أكثر من نص مليون طفل ليس لهم أب وده هذا ما حدث أيضا في البوسنة في عام 1992 إلى 1995 حينما اغتصبت قرابة في الرئيوات ما بين 40 إلى 60 ألف فتاة كل هذا ليس له أي صلة لا بالمسيحية ولا بتعليم سيدنا عيسى أو موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم ما ما فعله من الأمان الإرهابية اللي قام بها الجماعات ده كان كلها كان حروب دول في التاريخ الحديث الجماعات الجيش الأيرلندي وازاي كان بيفجر اللي هو الأماكن اللي فيها المواطنين خاصة في الكريسماس وبرمجام تشهد على هذا أيضا تنظيم القعدة في أفغانستان نحن أبرياء منه جماعة بوكو حرام في نيجيريا نحن أبرياء منها جماعة الجيش الرب في أغاندا نحن أبرياء منها أيضا جماعة أنتي بالك اللي في وسط أفريقيا اللي في وسط أفريقيا اللي بتطهر تطهير العرقي للمسلمين فيه وتطهدهم إلى كاميرون وإلى تشاد نحن أبرياء منها مجموعة داعش اللي بسموها في سوريا والعراق نحن أبرياء منها ما تنظيم الصومال الشباب أيضا في الصومال نحن أبرياء منه كل هذه الأشياء اللي احنا نتكلم عنها ليس لها أي علاقة بأي دين سماوي نخش الأمر الآخر اللي هو الأعمال الإرهابية اللي بيقوم بها بعض الأشخاص واللي حصل في تفجارات كلهم في عام 1995 وراح ضحياتها 170 و مقتلة و 680 جرحة مذبحة مدرسة دامبلين في سكوتلندا وراح ضحياتها في سنة 96 وراح ضحياتها 16 طالب تفجير مركز التجارة العالمي الأول سنة 93 وراح ضحياته 6 موتة تفجير مركز التجارة العالمي سنة 2001 وراح ضحياته اقراب 3000 وجوريح 6000 جزية يوتو في النرويج الشاب اللي اسمه أندري بريفيك عوالي 80 طالب ما بين سن 12 سنة و 20 سنة وفي أثناء عرض فيلم اسمه الليل الأسود جي شاب قتل اسمه جيمس ايجان هولمز قتل حوالي 12 كانوا يتفرجوا على الفيلم ده في منطقة في كولورادو اسمها ايوروة في كولورادو وبعدين مدرسة دوجلس هاي سكول في باركلاند فلوريدا وقتل 17 طالب إلى آخره كل هذه الأشياء لا دخل لها بالدين ولا دخل لها بتعليم أي نبي نتحدث عنهم يبا احنا كلمنا عن الأفراد وعن الجماعات الدينية وعن كل الدول اللي هي قامت بكل هذه الحروب ونحن نتحدث الآن حتى ما يحدث الآن ما في الروهينجا ليس له ليس له أي صلة بتعليم بوذة وما يحدث الآن في المنطقة التركستان الشرعية اللي هي سينجيانج من التكلم عنها ليس له أي علاقة بتعليم الدين البوذي إلى آخره إلى آخره حينما نتكلم عن كل هذه الأشياء نقول نقول ماذا نقول نحن لابد أن نثبت أن الشخص الذي عنده فوبيا هو شخص مريض والفوبيا هذه التي أصيب بها لابد أن تعالج علاج طبي لأن ما عتاديه من الأجيان وقال اقتل اغتصب اسرق اذني احرق دمر شرد على الإطلاق حتى المصلحين الاجتماعيين في كل مكان وفي كل زمان لم تكن هذه تعاليمهم تعاليمهم لشعوبهم ونرجع في الآخر ليه أنا أقرنت ببين الإسلاموفوبيا وكبابوفوبيا ممكن دلوقتي يتعلق لك حاجة اسمها يعني نخش بقى في الموضوع بتاع التهريك ده كبابوفوبيا دينوفوبيا مسيحوفوبيا يهودوفوبيا سيخوفوبيا اي تاني غير سيخوفوبيا سيخوفوبيا وهكذا دول مرضى الذين يتلقون مثل هذه المصطلحات على الناس وقبلك عندهم مرض كما سنف هذا المرض منذ القدم على أنه الخوف من شيء هم يخافون منه فيحاولون مهاجمته وده ما يحدث الآن بالنسبة للمسلمين أو لغير المسلمين يبقى نرجع لكي نرخص ما قيله اليوم كله ما قيله اليوم ليه أمرين الأمر أنك أيها الشاب أو الشابة لابد أن نقرأ في التاريخ ونعرف في التاريخ كيف قتب ومن كتب التاريخ ولابد أن نتعامل مع كل فرد في العالم على أنه إنسان وحقه في الحياة مضمون ونختلف معي في ديني ومذهبي وعرقي ولغتي وثقافتي وتاريخي إلى آخرين ولابد أن نعامل التاريخ بأحداثه السيئة ولا نقلب هذه الأحداث السيئة لكي ننتقم من من فعله هذه الأحداث أو أحفاد أو أتباع هذه الأجيانة أو أتباع هذه الثقامات الآن فلابد أن نعيش بالتسامح والتعاون والتكامل والمشاركة لأننا نعيش على كوكب واحد والكوكب الواحد يسعنا واسع غيرنا ما حدث في الماضي هذا شيء نتعلم منه لكن ما يحدث الآس الآن ما نريد أن نبنيه لكي نبني مجتمعات قائمة على الحق والحرية والأخاء والمساواة والتكامل والتواصل وبناء المجتمعات وإرساء الحقوق إلى آخره فلذلك صاحب هذه من يتهمونك بأنك خطير عليهم هذا إنسان مريد هذا إنسان مريد هذا إنسان مريد ولا بد أن نرسله أو نرسلها إلى دكتور نفساني يعالجهم فالشباب حذاري أن تقعوا في بوتقة أو في خطر الانفعال العاطفي عمر فينا كذا من ألف سنة خلاص انتهى نتعلم أن لا يحدث هذا مرة أخرى ثم نتعلم أن نتعايش نتعلم أن نتكامل نتعلم أن نتسامح نتعلم أن نتصالح وكذا خرجت جنوب أفريقيا من المشكلة اللي كانت فيها لموقات السنين وخرجت تروندا من المشكلة وأصبحت تروندا دلوقتي من أول الدول أو من أول دول في أفريقيا في النمو الاقتصادي والنمو الاجتماع والنمو الثقاف إلى آخر إلى آخر إلى آخر فلابد أن نتعلم من التاريخ لكي لا تحدث هذه الأخطاء لكي نمنع حرب عالمية ثلاثة لكي نمنع أي تطهير عرقي في أي مكان وفي أي زمان لأي شعب من الشعوب لا سفقت للشعوب المسلمة لكن للشعوب المسلمة والشعوب غير المسلمة دي سارتنا معاكم حذاري أيها الشباب أنكم تستصاروا السيئة التي قام بها جماعة داعش وجماعة بوكو حرام وجماعة الشباب وجماعة كل هذه الجماعات اللي احنا بنتكلم عنها لأن احنا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نعرف أن ننصره مظلوما ولكن كيف أن ننصره ظالما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكفهوا عن ظلم الناس نكفكم عن ظلم الآخرين حتى وإن تعلمنا من دروس التاريخ ما فعل بنا ولم يفعل بنا من الناس أسواء ولكن فعل بنا من الناس مرضى استغلوا الدين واستغلوا مركزهم الدينية واستغلوا السلطات الدينية بتاعتهم لكي يقتلوا الشعوب ويشاردوا الشعوب ويدمروا المنطلقات إلى آخر جزاكم الله خيرا ونتقل بكم بعد حوالي ربع ساعة يعني الساعة 48 دقيقة في نفس المعطوبة شكرا جزيلا شكرا جزيلا نراكم في 8.40 في نفس المعطوبة كبابفوبيا وإسلامفوبيا شكرا جزيلا شكرا جزيلا